السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم شباب عمليني ان شاء الله تكونوا بخير النهاردة هنتكلم عن طريقة عمل Data Recovery لأجهزة ايفون ازاي لما يكون عنده جهاز خلاص مستوي زي الجهاز اللي معايا ده الجهاز طفى تماما الجهاز مبعوط لي مخصوص من السعودية لان ال Data الي عليه مهمة جدا وصاحب التليفون مش همه التليفون قد مهمه ال Data الي جواه فحنعمل عملية Data Recovery ان احنا هننقل كل ال IC هات اللي مرتبطة بالذاكرة على بوردة تانية بتاعت تليفون تاني طبعا العملية دي يعني محتاجة مهارات عالية جدا عشان تتعامل لان فيها نقل CPU فيها نقل باسباند فيها نقل ناند فيها نقل ايبروم طبعا يعني مش عارف ايه اللي يوصل فني لانه يعمل اللي حاصل في الجهاز اللي قدامي ده التعامل بشع جدا مع ال بوردة مفيش اي تكنيك مفيش اي مهارة في انه يتعامل مع ال IC هات يا جماعة يعني بدل ما انت بتحاول انك تتعلم بنفسك وما بتعرفش روح لمعهد او اي مكان يعلمك بدل ما تتبوز جهاز الناس يا اما متشتغلش اي سي هات خليك شغال شاشة وطوتش والسوكت والكلام ده والحاجات دي يا اما متبوزش جهاز الناس ده الراجل عنده داتا مهمة خليته يبعت التليفون من السعودية لهنا علشان الداتا اللي جوه التليفون مش تمن التليفون وانت كفاني خسرت تمن التليفون يعني دفعت تمن التليفون او جبت له تليفون جديد بدل عوضته يعني بتليفون جديد بدل الداتا اللي انت مسحتها له دي او خليتها روحت عليه فالنهاردة علشان تعمل data recovery مش موضوع software خالص لان الايفون مفيهوش data recovery عن طريق السوفتوير فهنا هنجيب بوردة نظيفة وشغالة مفيش عليها اي مشاكل ممكن تكون iCloud مفيش مشكلة نفس الطريقة اللي هنستخدمها دي هتستخدم في فك iCloud هنشيل من عليها CPU و هنشيل من عليها NAND و هنشيل من عليها IMEI EEPROM و هنشيل من عليها و هننقلهم من البوردة التلفة طبعا لو البوردة التلفة لسه فيها القطع دي سليمة و حية لو انا عندي مشكلة في ال CPU نفسه ان ال CPU نفسه مات تلف حصل فيه short خلص كده موضوع data recovery انتهى انا ممكن ان انا انقل له CPU و انقل له المجموعة دي كلها من بوردة تانية مفيش عليها iCloud و انا كده فكت له iCloud ده لو انا عندي جهاز iCloud بس انا كده ما بقاش فيه data هو محتاج ال data بتاعته يبقى لازم انقل القطع دي من على تليفون وهو القديم لو هي لسه سليمة لو حصل short تحت CPU ان البنات شبكت مع بعضها مفيش مشكلة الا ان يكون حصل short داخلي جوه CPU او ان كمان يبقى حصل short ما بين CPU ما بين ال RAM فان شاء الله ما يكونش ده حاصل وتعالوا مع بعض نشوف الطريقة بس قبل ما نشوف الموضوع ده بيتعمل ازاي ما تنسوش لو الفيديو عجبكوا تدوسوا اللايك و ما تنسوش الاشتراك في القناة علشان ما يفوتكوش اي من الفيديوهات اللي انا بعملها يلا بينا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة